اخوان بعد حنا عددنا كان خمسة مشعل وياسر ومالك وحمد وانا المهم بدنا نلاحظ على حمد حركات غريبة يعني صار يجيب طاري لبنات كثير واذا دخلنا على حسابه في الانستا تقريبا كل اللي ضايفهم بنات فاتفقنا انا والعيال اننا ننهي العلاقة اللي بيننا وبين حمد وقلنا لحمد اننا يا حمد خلاص ما نبيك وابتعد عنا ومنها الكلام لين حمد عصب من كلامنا وقعد يسبسب فينا وحنا ولا عبرناه حتى المهم من بعدها صرنا اربعة وقررنا في يوم اننا نسافر الكويت وخلاص استعدينا للسفرة جهزنا غراضنا ودبرنا السيارة باختصار كل شي كان تمام وكنا متفقين نمشي المغرب وهذه كانت غلطة عمرنا مشينا ومشينا لين ما بدل مش على السواقة مع مالك وقعدنا نطقطق ونسولف ونضحك لين ما صارت الساعة ثلاث الليل المهم كان ياسر مرة خايف بحكم انه يسمع قصص جن كثير وكان يعرف انه غلط نروح مكان خالي بالليل المهم سحبنا على كلام ياسر وكنا نقول ان كلامه من الكيس وبعد نص ساعة تقريبا تعبنا وفتحنا جوجل عساس ندور مكان ننام فيه لقينا مكان كان بعيد عشر دقائق ووصلنا الفندق وكان الفندق فخم بمعنى الكلمة عكس سعره شفنا اني سعره زين واخذناه ومن يوم ما دخلنا الفندق وانا مو مرتاح عكس الشباب كانوا مرة فرحانين المهم دخلنا وقسمنا الغرف بيننا انا وياسر بغرفة ومالك ومشعل بغرفة للحظة راح ياسر يتروش وانا والعيال قعدنا نسولف لين يجينا النوم الا فجأة نسمح صوت صرخة من الحمامات وكانت مرة عالية رحنا ولقينا ياسر يرجف وخايف كان وده يقول شي بس ما هو قادر اخذناه وقعدنا وقرأينا عليه قال يا شباب شفت بنت لابسة لبسة سود وشعرها مرها بيض انا والعيال علشان ما نخوفه قلنا له انت تخيل ما في شي والمشكلة هو قعد يحلف وهو يبكي ومن الخوف نام هنا مشعل راح يتصل على الاستقبال علشان يبي شي منهم المهم وصل الغرض اللي يبيه وقال لي فتح الباب فانا يوم فتحت الباب اللي للاقي واحد نسخة حمد كأنه المهم اخذت الغرض وانا مصدوم ورح تقلت المشعل ولا صدق المهم نمنى انا والعيال ولا نقوم على صرخة مالك رح نركض عندنا سأله مالك شفيك مالك فيك شي ونفس اللي صار مع ياسر صار مع مالك بس بحلم المهم حدين وجهزنا اقراضنا ومشينا نكمل الطريق وحنا نمشي استغربنا لان طريق كان فاضي ما فيه ولا شخص كملنا الطريق طبيعي لين ما وقفنا عشان نصلي وحنا نصلي لمح تبسه سودا كانت تدور حولنا كانت بس تدور لين ما شكيت فيها المهم خلصنا صراء وتقدين وكملنا الطريق فجأة قال مالك يا عيال خلو نشوف جوجل يمكن الطريق يطلع غلط الا ويقاط عم يشعل ويقول اقول اسكت اصلا قوقل بكبره مضيع قعدنا نضحك انا والعيال الا فجأة لدخل بالبر وحنا مو منتبهين الا ياسر يقول يا عيال ايش جابنا هنا مشعل والله ما دري كنت اكلم انا يا حيوان تكلم وانت تسوق يلا رجعنا الطريق اللي يقول مشعل بنبرة تخوف يا عيال تشوفوني اللي يشوفه وش يا عيال الشمس بتغيب ياسر وين وديتنا انت ضيعتنا الله لا يوفقني لاني خليتك تسوق خلاص يا عيال بدون سب وشتم حاول تجيبون شبكة يلا يا مشعل شد خلنا نلاقي شبكة مشعل يا حيوان البنزين خلص مالك يا لي لاب كان وش خلانا يسافر معكم مشعل اقول الحمد ربك اللي يجي بناك ولا حنا ما نبيك غربة الشمس وحنا خايفين ومتوترين ما ندري ش نسوي الا في واحد يدق الباب وحنا خايفين مرة لين تشجعنا وفتحنا الباب اللي نلاقي واحد يسألنا انتو وش جابكم هنا انا بنبرد خوف حنا ضايعين يا عم اللي يقول تعالوا معي اوقلكم ونومكم لين ترجعون بيوتكم حنا وافقنا مع ان ما كنا مرتاحين اخذنا وكلنا اللي نقوم انا والعيال نلاقي نفسنا في الشرطة كيف ليش انا اقول لكم يوم اخذنا الشاي بيام الخيمة حط لنا منوم في الاكل لين نمنا وصالفة العامل اللي كان في الفندق ويشبه حمد هذا كان حمد حمد كان يلحقنا طول الوقت وقال للشاي بنا اذا وقفنا ياخذنا للخيمة ويعطينا منوم وكيف وقفنا بنفس المكان لان حمد كان منقص البنزين وبحكم انه مكان خالي فما في محطات عشان نعبي بنزين فكان حاسب حساب هالشي ويوم كنا نايمين كان حمد راح يسحرنا لكن للأسف ما قدر والبنت اللي شافها ياسر بالحمام هذيك البنت كانت تحذرنا ان نروح الكويت لين راح يصير معنى الشي اللي صار المهم شلون لقينا نفسنا بالشرطة انا اقول لكم طبعا هالينا كانوا ما يدرون اننا بنسافر ما كان يدري بها الروحة الا شخص واحد اللي هو عامل الاستراحة ويوم سألها ابوي قال لها كل شي وبعدين تتبعونا ووصلوا لمكاننا وحققوا معانا فبعدها سجينا وحمد والشايب والخنحنا صار عندنا فوبيا من السفر صرنا ما نسافر حتى لو ديرها قريبة منا اوكي زي كذا انتهت القصة فاذا عجبتكم هذه السلسلة ادعموا هذا المقطع باللايك عشان اعرف اذا حبيتوها ولا فبس كان معاكم اخوكمك احلي بيس يا خال اشتركوا في القناة